طيب احنا في المطر رايحين على كابادوكيا وصلنا على شكل المدينة تحت الارض بص المنظر كابادوكيا مدينة في وسط تركيا مدينة التجارب ومغامرة المدينة اللي بتتحدى فيها نفسك وتخرج فيها عنا مألوف بعض الناس بيسموها مدينة الجن وده لان موجود فيها مدن مبنية تحت الارض بتسع لحد عشرين الف شخص واللي بعض الناس بتعتقد ان ده عمل مش بشري النهاردة احنا مسافرين كابادوكيا علشان نكتشفها بنفسنا بص جماعة هو هنا ملتزمين بحيطة الماسكة لسه مش زي مصر خالص هنا في كل مكان في تركيا فكرة الماسكة فيها تركيز قوي 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 يعني لازم تكون لابسة الماسكة في كل حيط لو انت ماشي في الشارع ممكن تلاقي في شرطة يقول لك كلبس الماسكة اصحاب المحلات لو انت داخل محل او حاجة لازم يقول لك كلبس الماسكة فاعتلقوني دايما في الفيديوهات لابسة الماسكة اغلب الوقت ندخلين بقى على الطيارة ان شاء الله اكلنا واستريحنا شوية فاضل تقريبا نوصي ساعة على الطيارة على كابادوكيا بقى موسيقى 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 مطار كاشتراي كاشتراي ايري بورت ورايحنا ان شاء الله على كابادوكيا المسافة من هنا لكابادوكيا ممكن حوالي ساعة تقريبا ما نمناش من مبارح حرص لحد دلوقتي موسيقى انو الفندو نستني من غرف ونستريح شوية ونقم على الظهرة ان شاء الله وناخد جولة بقى في المكان ونوريكم كده الدنيا عملة زي هنا موسيقى مواجهنا هنا عشان يشوفوا الغرفة بتاعتنا ايوة الموضوع كله كأنه كحف يعني واخدين كحف جدا الكراسي بصوا كراسي يا جماعة دي ما ازاي الحاجة هنا يعني واخده هو عايز يعيشك زي يرجعك سبعمائة سنة الورة بصوا النجفة برضو السقف قوضة غريبة فعلا تعالوا نبص على الحمام مع بعض بص الدولاب مفيش مفيش دولاب يعني الدولاب هنا عبارة عن شماعات بس كده ده كده ده كده الدولاب حطت كتب عشان لو عايز تقرأ حاجة او كده وحطت بص يا جماعة حطت شامع وكابريت عشان لو مش عارفين او حطتهم دي او عايز تعمل جو رومانسي بقى بتاع بس اه معايا محمود بقى مفيش الكلام ده بصوا البروترية يا جماعة واحد بقى من النص اللي هي اللي كانوا بيحفروا هنا زي ما بقول لكم بقى في هنا اللي هم حفروها زي ما هنا اللي هي ست دوار تحت الارض اللي كنا بنتكلم عليها دي اللي هنشوفها ان شاء الله مع بعض هنا بقى بيقول لك كان ده زي رسمة بيوضح لك ازاي كانوا بيحفروا زمان للحاجات دي بصوا باب الحمام عامل ازاي التفاصيل هنا في مدينة كابادوكيا مهتمين جدا بالتفاصيل يعني التفاصيل عندهم اساسية الحج اللي بتغسر فيه وشك والاحنا فيها شكلها عامل ازاي طيب ما ان احنا جماعة مش عارفين ينام يعني حاولت كده نم مش عارف خالص القارج بقى يعني عارف انت ما تبقى مرها كده لحد يبقى جسمك تعبان فانت مش عارف تنم من التعب ده اللي احنا في دلوقتي فقلنا كده نخرج نتماشى نوريكم مدينة نتفرج كده عن مدينة من برا ناخد كده جولة ناخد الاول خريطة من الرجل ده نعرف بها المكان نعرف المطعم في من من ان المذوقات الاشراء اسف الزيت نعم هلو اولو ا возьدلا ت Pennsylvania تم تحضر الأن角 وكده ااوك مرور سرقة اذا قد ا Katie ايضغي couch اريدي اوك جورة اوك شكري 104 jurisdont 5 Bachelor 5 Mr per night شكري ح southeast احنا عشان اي من مدينة سحراوية والم��� في ذلك الهجو هنا الصبح بيبقى حر وبالليل سقعة جدا ودخلتوا شفتوا احوال الطاقس هنا هتلاقوا ان هنا مسلا ان الصبح وتبقى الدنيا ممكن توصل ل 27 في شهر ستمبر انا هبتكلم عن شهر ستمبر اللي احنا فيه دلوقتي وبالليل ممكن توصل لتسعة انتم متخيلين يعني الصبح حر بقى بالليل بردي جدا بصوا عايزة وريكو برضو عايزة وريكو القتيل بصوا المكان جميل جدا يا جماعة يعني هنا المكان روعة مش عارف انا معجب بيه بزيادة ولا يعني شايفينه يستاهل ولا لا مش عارف المسلا ده يعني غرفة في قدامها مكان بقى عادة فوق ده ده الممر فوق مسلا المكان دوت يعني شايفين المكان اللي فوق ده المكان اللي احنا بنفطر فيه الصبح مدينة سياحية بقى لها طابع مختلف برضو بصوا احنا ماشيين لانا عالشمال محلات سجاد سجاد كده شبه اللي بيباع في خاني خليلي بس تصميماته يعني جميلة جدا فيه فيه مشكلة بقى يا جماعة عندي انا يعني انا من الناس اللي بتحب الاكل هتلاقوني اي مكان بروح فيه لازم نجرب الاكل اللي فيه اما تبقى موجود في مكان لازم تجرب الاكل اللي موجود في المكان دوت يعني تتعيش الفكرة زي الناس اللي عايشين بالزبط بصوا يا جماعة واحنا ماشيين لقينا محل ده بتاع السوفونير عنده هداية اسكارات اغلبها واخد فكرة البلون يعني عشان هم وثقفيتهم هنا في كابادوكيا البلون هو يعني العلامة الرئيسية العلامة الرئيسية لكابادوكيا وصل مع ده شكل المدينة تحت الارض بصوا منظر عشان تمشي لازم تكون يعني طول الوقت تتوطي الاهرقام ديك العلامات الحمرة دي علشان تمشي معها المكان مخيف بصوا بصوا ده اي قديم طبعا بيجوا من كل حتة من من العالم عشان يشوفهم مدينة غريبة ديت احنا نزلي من السلام ونصنا مواطي ده كان شكل الغرف بصوا يا جماعة شكل الغرف مدينة مدينة بالكامل تحت الارض يا جماعة مدينة بالكامل انا ماشي اصلا بصعوبة مش عايز اقول لكم ماشي ازاي بص 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 انا ماشي عمل ازاي تكري بقى الناس اللي تتخنق بالاماكن الدايقة اوعى اوعى هتفكر تيجي هنا انا بتتضيع بالاماكن الدايقة ما تفكرش ده كان مكان كنيسة يصلوا فيها هنا يا جدعان المكان ده هو معمول على شكل صليب يعني انا ماشيين في الطرقة ده الاخر ده اليمين ده الشمال ليه بقى لان الناس اللي كانوا عايشين في كبادوكيا الزمان كانوا بيعطاناك الديانة المسيحية فعملين دوت الكنيسة بتاعتهم وعملينها على شكل صليب وما كان خروج عامل ازاي مفروض ان انا انا امشي كل ده يا جدعان يعملوا سبسكرايب يا جدعان بعموت طيب عشان تبقوا متخيرين الواضع يا جماعة آآ الجوي انا مش هزور والناس دي كان عايش حياة صعبة جدا جدا يعني انا عايز اقولك على حاجة انا مكلمك انا مش قادر اخد نفسي لان احنا طالعين من طالعين على السلالم اه تقريبا اربعة دوار متواصل مفيش بريك يعني بصوا منظر بص ممتدة لحد فين يا بص الامتداد كل ده بتطلعه وانت موطي يعني كل ده بتطلعه وانت موطي راسك الناس اللي كبتعيش هنا كتعيش احياة صعبة حابينا نقول لكم كده تجربة المدينة للجن او هي مش مدينة الجن ولا حاجة هي الاندر جراوند سيتي مدينة لتحت الارض موضوع الجن ده كلهم جرد اشعاعات يعني فيش حاجة زي كده خالص الصغير الضمان 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 زج الواضح نعم نعم باستردن من هنا؟ باستردن الاستردن لنا روز بص جماعة طلبنا القردرة بتاعنا ده اللي هو البوتري اللي احنا شفناه هو بيفتحه ده عبارة عن لحمة مشوية وبعد كده بتتحط في الطابن تحتها بدنجان يعني اللي تحت لحمة مشوية ده بدنجان نفس قصة برضو هنا دي كفتة معمولة برضو في طابن وتحتها برضو بدنجان هم هنا يعني بدنجان اللي اللي عم نشوى على الفحم ده اساسي العش اساسي مع مع الكفتة او مع اللحمة مشوية او كده هنا بدنجان اساسي اكتر من اي حاجة يعني هو حطط الطبق وتحت طبق بدنجان كاملة تحت الطبق بدنجان اللي هو معمولة على الفحم ده حاجة تانية خالص يعني حاجة غير اللي بابغى النوج اللي احنا واخدينها ده معمولة على الفحم وطلع بجد اه جامد جدا يعني هنا برضو يا مع المنطوع بيجيبلك العش ده لصه ده شكل العش من وراء قدام اه عامل زي الشام اللي عندنا بس من جوه ده شكل اللي عش من جوه انجربوا كده مع اللحمة مع بدنجان بص يا معهم من حلالة تجربتنا للاكل التركي يعني انا اقولكم ان الاكل التركي هنا مختلف تماما عن اي اكل ممكن بتجلي الاكل المصري عندنا طبعا جميل وكلنا بنحب الاكل المصري بتاعنا بس هنا مطعم مطعم بيقدم اكل مختلف يعني اكل بتحسه قريب ليك اوي بالصفرة المصرية بتاعتك وفي نفس الوقت مميز جدا انت بتاكل حاجة جديدة تماما. فبكده احنا خلصنا يا جماعة اليوم بتاعنا في كابادوكيا وراجعيني ان شاء الله عالفندق. هاتمنى يكون الفيديو اعكابكم. مشاش تعمل لايك للفيديو. لما تشتري في القناة ايه. دلوقتي اعمل سبسكرايب. عشان تشوف كل فيديوهات الجديدة اول